عشان ده موضوعنا الاساسي اذا البلطاجية محترفين لانتخابات غير البلطاجية العاديين دون نوع معين اصلي البلطاجي ده حضرتك يعني ايه بيعتمد قوة يعني رجل قوي يعني ممكن المسجل اللي هو السواب يعني لو فرضا نشال او حرام ايان كان مش لازم يبقى ده رجل يعني واحد مهنته السرقة او الناشلة لكن البلطاجي ده بيبقى واحد بيفتشه يعني فهم ازاي يعني ممكن البلطاجي ده يقول الجاتل الحكام دين يعني علاقته بالمباحث يعني انا الضابط المباحث عنده مخبرينه وعنده مخبرين بتوع التحريات او اللي هم الافراد اللي معاه ولكن البلطاجي ده ساعات بيبقى مصدر للزابط ما هو ده بقى عشان كده الداخلية متهمة بانه البلطاجية صانيعة الداخلية مصدر للزابط في ايه بيدينه معلومة في قضيه طيب مقابل ايه مقابل ايه في ساتك مصاريف سرية يعني بيبقى ليه مش مقابل ان هو يبقى شيخ الحارة او بلطاجي منطقته او لا لا مش مقابل زي شيخ الحارة ده ام واحد اللي بقى الراجل اللي عايش في المنطقة وعارف اللي تولد مين واللي مات مين اه قاس ده يعني يبقى الكوماندا بتاع المنطقة البلطاجي بتاع المنطقة حتى لو حصل حاج بتقول علي ده لكن فيجي فوقتي بيقلص علي طبعا لو اساء لي طبعا مش هسيبه طيب فبالتالي اللي حصل انه كنتم بتصنضموا بعض الافراد لانهما يقول لكم معلومات معلومات انا ضابط المباحث ده معلومات فانا بدون معلومات ما بقى الضبط ما بحث يبقى اي ساتج يعني عنده معلومات مسجلة عنده فضلاب التسجيل وعنده مصادره برا اللي هي بتديله المعلومات وبتغذي يعني لما بتحصل قضيابة بتعمل فريق بحثه بيبقى فيه ناس في مكان الحادث دي كل مهمتها جمع المعلومات تمم هل حضرتك مع اللي بيقولوا انه الفراغ الامني او المشكلة الامنية اللي احنا فيها دي هي مقصودة من قبل مش هقول لكل الداخلية مجموعة من زباط الداخلية او الكبار فيها او حتى الصغار فيها كان مين المسؤول بس هي مجموعة صانيعة جزء من الداخلية عشان يقولوا للناس ييلوا دراع الشعب انه عشان تحرموا تحملوا كده لحد بسمع كلام ده بيبقى في زبول ما انفعش خدم الظابط النهاردة لما يعني الظابط عاز ينزل اشتغل عاز يعوض الفترة اللي فاتت دي اللي هو حس فيها بالانكسار عاز يرجع تاني ازاي هو وعدين ايه هو ايه موهلاته او امكانياته عشان يعمل لحوالك بتقولي عليه انه يعلم الناس الادب ازاي ايه علشان الناس تطلعت ثالث يوم عيد الشرطة فده بوازنا لعيد الشرطة والله يا فندم هو اه يمكن تصادف الصورة مع ايه الشرطة لا او مش تصادف يا فندم هو كان اختيار انه تختار في المعيد اختيار وعده بقى لحضرتك اه يمكن ده خير للشرطة و اه اه لكن عشان الشرطة تعود كما كانت واخد بالسادتك لابد من مسندتها من الناس اولا ومن المجلس العسكري ثانيا واه احنا امكان شفنا بعض قيادات القوات المسلحة مسكت الداخلية امكان في ناس احنا ما احضرتهاش لكن في منهم واحد حين يرزق اللي هو ذكرية يا محدين وقابلي كان جمال عبد ناصر لكن اللي حضرته ودخلت الكلية في عهد واشتغلت معاه شعراء وجمعة كان اضاف للداخلية زي ما الداخلية اضافت له وكان راجل بيحب زباك جدا وبيحب الافراد جدا انه تبص ليه في الشارع على طول وفي نفس الوقت راجل قوي هو الزابط عاز يحس بالامان عاز يحس ان هو هناك من واحد في ظهره واحد بيحميه عند الحاجة واخد بالك ان هو يعني علشان يقدر 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 عمله على الوجه الاكمل حضرتك وهو زباك كتير قوي عندها شفافية في شغلها وفي لازم نعترف ان في حركة من داخل الداخلية لي علاقة بتطهير الداخلية من داخل الزباك وانه ازاي يعيدوا تأهيل الزباك بشكل مختلف علشان يعملوا علاقة كويسة مع الشعر يعني دي دولة يعني قصة التطهير وكلام ده انا اعتقدش ان فيه ضابط يعني بالخطورة دي لا والله يخاني برضو خلينا حيادين يعني قد ما فيه زباك يعني ان فعلهم القبعة كل ما بنشوفهم ومش ندر نستغنى عنهم قد ما فيه زباك برضو يعني لابد من المعاقبات وحسبتهم يعني وكان بيبقى عندي حدثة سرقة اكيدنا انا اللي سرقتها طب مفهوم لازم اخلص هذا الموضوع لازم وما تصوريش ساعات تؤديه لما بيزبط تشكيل عصابي او يسدد قضية او انه يرجع الحق لاصحابي او طبعا انا عملية التطهير والكلام ده بيعمل ايه بيطار بيعمل ايه يعني او زعيم عصابة ساتك من تلفيق تهم لناس ابرياء من تعذيب ناس بدون وجه حق او بس ان تعذيب ناس نقطة ولا وجه حق ولا بدون ولا يعني ففيه تهم كثيرة عملية تعذيب دي فيش حاجة اسمها يعني تعذيب يعني انا معرفش النشاط السياسي لان انا ما اشتغلتش فيه لكن انا بتكلم على الجنائي الجنائي يا حضرتك النهاردة فرضا ان احنا حرام يتمسك تلبه ما دي مش اخر قضية عملها فيه مئة قبلها اه مثل ايه ليه تعذبوه ما تيتعذبش يتحكم ويتحكم يعني المناقشة دي الضابط في منقشته ليه واخد بالحضرك عشان يعترف باللي فات يعني مش هقولك تعذيب يعني مش عايدين نعرف الكلام ده لان ده يعني اكيد مش في صالح الدخلية خالص بس خيني ختاما كده يا فندم هل مدة خمس شهور انتخابات ده يبقى اصعب على الدخلية من لو كانت الخبات على مدة اقل؟ الله فندم الانتخابات لازم حتهم طبعا وربنا يسطر ويتم على خير طبعا ان شاء الله لان دي هي اللي هتكون المجلس النيابي اللي هو المجلس اللي بيمثل الشعب طبعا على حق اخد بالحضرتك اللي هو النائب المنتخب من الناس اللي هو هيعمل لصالح الناس والامور لازم تهلأ بعد كده ان شاء الله بس هتتم على خير ان شاء الله بشكل سليم لواء سامي عبد المجيد الخبير الامني ومفتش مباحث جناب القاهرة وجيزة صداقا شكرا جزيلا اشكرك فاني بتاع تعمل سيادت بتاع تعمل فاني الله خير يعني فكرنا كده بشكل عام على الانتخابات في الانتخابات يا رب امنيا ان الدنيا تبقى تمام باش في مشاكل وبدام البلطاجية والمسجرين معرفين يختفوا بقى من حياتنا يعني ده امنية وطلب ورغبة ودعاء وكل حاجة رسم كمي نهارك سعيد بعد الفوصل الله خيري فاني مرسي